السلام عليكم. معكم محمود من قناة رعلايف. الحمد لله ان احمد هو نستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شروري انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده. الله خلامه ضل له. ومن ينضل على هذه الوبيض على فكرة يعني العيش في تركيا العيش في روسيا العيش في اوكرانيا ايام ما كان في اوكرانيا يعني. العيش ومصر. الاربع دول دول اعتقد ان دول احسن دول ممكن تعيش فيهم. ازا مكنش على مستوى العالم طب على الا على مستوى المنطقة. طب هي ناس يقول لك طب ودبي انت هنسيت دبي ما نستهاش. بس دبي هتفضل دبي. يعني هتفضل دبي. حلوة على اده. اه مركز عالمي تسوق عالمي على اد ما هو مركز تسوق عالمي لكن مش معيشة مش حياة. مركز بيزنس بس على اد مركز بيزنس او بيزنس سنتر. فهو ده البعد اللي انا بتكلم فيه. حياة. حيث حياة ناس معيشة. تخطط لحياتك سنين. وتحقق اهداف. وتستمتع بالاهداف دي بعد كده. يبقى الخيار مصر اوكرانيا تركيا. المفروض ان اقول اوكراينا يعني صح انها اوكراينا. اوكراينا. وروسيا ومصر وتركيا. يعني الدول دي هي اللي فعلا من وقت نظري فيها حياة. فيها شعب فيها حضارة فيها حاجة تراكمية. شعوب اوروبا جميلة. بلاد اوروبا جميلة. امريكا رائعة ولكن مش حياة. دني ديناميكية الحياة ما فيهاش آآ لعبق التاريخ ولا التراث الحضاري للشعب. آآ في شعوب كده يندمج فيها ويمتزج فيها الشعوب. يعني بلد ينتزج فيها شعوب مختلفة. تطلع لك منتج آآ رائع براق قوي. وفيه دول زي امريكا زي كندا مهاجرين كتير واشكال كده. بس عمرهم ما يتتصقوا. الكيان برضو في اسرائيل ناس جاية من انحاء الحالم مش عارفين يندمجوا. مش مطلعين المنتج اللي هو. لكن روسيا فيها نماذج شعوب مختلفة ممتزجة. مصر نفس الكلام. تركيا نفس الكلام. اوكراينا نفس الكلام. اوكراينا ده برضو في مزيج يمكن ناس كتير ما تعرفوش. هبقى يحتيلكوا عليه فيه آآ حلقة لاحقة ان شاء الله. ولكن اللي انا عايز اقول لك النهاردة انه فعلا آآ عايز حياة. عايز تراص عبق. آآ شعائرة كالدينية تمارسها بدون مشاكل هي الدول دي. ودي وجهة نظري اللي مجربش يجرب. واللي جرب ومالقاش اللي انا بتكلم فيه ده. فيتك كتير. وده اللي انا بحاول اوضحه في حلقات كتيره انه جمال الحياة في الحياة في الدول دي انك انت تندمج فيها. انك آآ تتعلم كتير هناك. يعني مثلا التحالي سوبيتي ويرثه روسيا وجزء من الميراث ويرثته او 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 قرانينا. فعندك الميراث او الارث ده جزء كبير منه علمه فنه وثقافة. فبوسعك انك انت تنهج تنهج وتنهل من هذا التراث بقدر اللي كانوا هتستمتع جداً في مجال الرياضيات في مجال العلوف في مجال الاحياء الدول دي متقدمة جداً في مجال البحث العلمي من ايام تحسوا بي انتي يعني لو حتى طلعت على تاريخ المتحسوا بي انتي هتتكيف هتتبسط ده لو انت مش ناوي انك انت تطلع على حاجة حديثة لان تقريباً الحديث مش كتير يعني عشان نبقى صرحة مع بعض كل الارث بتاعهم هو من ايام تحسوا بيتي وناس كتيرة اللي واخدها نوبل الكلام يخدس عشان وصلت البيت سبحانك الله أم وبحمدك أشهر لا 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 انت استخبرك قد تقول شوفكم على خير بحمد الله سلام عليكم